بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيقول الله تعالى في كتابه الكريم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون عظم الله سبحانه وتعالى من شأن الأمانة وهي تشمل كل ما يندرج تحت معنى الأمانة يقول الشنقيطي رحمه الله والأمانة تشمل كل ما استودعك الله وأمرك بحفظه فيدخل فيها حفظ جوارحك من كل ما لا يرضي الله وحفظ ما تمنت عليه من حقوق الناس إلى آخر كلامه رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم عظم من شأن الأمانة ورفع من شأنها وجعلها تشمل كل صغيرة وكبيرة في هذا الأمر بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها فمن فعل ذلك يكون قد خان الأمانة بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إضاعة الأمانة من علامات الساعة فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقيل كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وحينما سأل أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم سأله أن يستعمله على بعض الأعمال قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها وأن تجد هذا من الناس والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الأمانة أمانة الأعمال التي يتولاها الناس الولايات العامة أو الولايات الخاصة ونختم كلامنا هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا من الأخطاء المشتهرة بين الناس الحلف بالأمانة أو أمانة الله أو أمانة لا تفعل كذا وهذه الأمانة ليس من أسماء الله ولا من صفات الله فلا يجوز الحلف بها ولا القسموا بها على الناس نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم